السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والبنات غالياتي مرحبا بكم كامل اليوم راح نعملوا واحدة طبق صدقوني من اروع الاطباق بنين بزف بزف اقتصادي يجينا بنت وعسل على بلي في هاد اليامات تبداعوا بشوية تتحيروا في الاطباق وتحبوا حاجة تجدد تملوا من الحاجة تلقدم درك لكم هادة طبق صدقوني بنت وعسل من اروع الاطباق صلوا سلموا كامل على رسول الله ونجزوا مع بعض باش نخدموا وصفتنا وصفتنا اقتصادية وبنينا بنينا بنينا من اروع الواصفات نشكر فيها ونعاود اول حاجة نقولكم لبنات لازم تشوفوا الفيديو من الاول الاخير هكا باش تشوفوا الوصفة بالتفصيل وتستنفعوا منها نبدأوا باسم الله اول حاجة عندي شوفوا لبنات نص صدرتها على الجاج وزدت نحيته منه ما نقولكم شو الربع هادا ولكن يعني النص تع النص ديت واحد شوية كبيرة واحد صغير خليته انا كدرت به البورك نحيت له كامل هاداك الحم ورايح اول حاجة ندير واحد لاصص بنينة بزف بس نقدمها مع هاذ الطابق فيها زج ملاعق كبار تعزيت هاداك العظم اللي نحيته من هاذاك الجاج حطيته هنا يتقلى حطيت معهم ثلاث فصوص تع الثوم وشوية عما باش تتقلى لآلز ذاك اللي حطيته ما حطيت شوية هريسة حوالي ملعقة صغيرة تهريسة وملعقة صغيرة طماطيش مصبرة لبناتنا ندير الماء كي ما نديرش لبصل يعني طني جرالي نحرجها بلابصل ونحرجها غير بالثوم ندير لها الماء باستقلى لآلز ومت هذيك الثوم ما تطلق ليش مرورة عندي شوية عراس الحانوت عندي شوية احكمون وعندي شوية اعتابل شاورمة ستقوني راحين تحصلوا على صلصة رائعة لم تحبش هنا لاصص حمرة انا اقول هتقدر تديريها صلصة بيضاء عادية اخذي راحتك ولكن بهذا الطريقة بنينة بزاف عندي رشة صغيرة على الملح بعد رايحة نحط كمية عزيتون اللي ما تحبش الزيتون تقدر تدير الحميصة تقدر تدير الجلبانة ولكن بهذا الطريقة دايما نأكد لكم انا كي نعطيكم الوصفة على أوصولها عندي زوش كيسان تعمى ما بارد أنا ما مرقتش بالماسخون بس ما عندي حتى حاجة لي رايحة تقرسلي ولا تيبس عندي شوية عكري باش عكري يحلو هذا باش يطلق لي لون شباب نحط القدرة تعطيبة بجيها على نار قليلة ونجوزه يعني لهذا النص صدرته على الجاج اللي ختمت به رايحة ندير زوج ملاعق كبار تعزيتي يسخنوا مليح في المقلة ونحط هذا الجاج صدقوني البنات كي ما شفتوا كمية الجاج كانت قليلة ولكن طبق يجي زاكي ويجي بنين بزاف حتى رايحة نعطيكم واحدة طريقة جديدة واحدة الطبقة تجي في هاد طبقة في هذا الطبق صدقوني من أرواع الأطباق هنا البنات شفو كي تقلى لي بداية تقلى هاداك الجاج دايما نفتحوه في الأول هكذا باش ما يدلكمش هادوك الكور من بعد حطيت لو حبة تعبصل تكون متوسطة قطعة يعني مربعات ونبقى نقلي في هاد البصل البنات الضروري كي يطيبو هاد البصل تنقصوا للنار وتقعدوا وتقلوا على نار قليلة باش يطيح لكم كامل ويذوب وما يباشك شغول يقزقز هكا تحت اللسان ولا تحت السنن كي تاكلوه خلوه يطيب مليح من بعد هنا رايحة نتبل عندي شوية تابل شاورما عندي شوية فلفلكحل عندي شوية تابل شاورما سدقوني البنات تابل شاورما يعطي بنا رائعة وعندي ثلاث فصوص تعثوم حطيتهم ونقعد نقلي حتى تطيب لي مليح مليح هذا العقدة وتنشف لي من كامل كمية المالي فيها هنا يا هذيك لاسوس هي قريب الطيب هي أصلا ما فيها ولو يعني 4 ساعة تكون طابت بعد ما طابت لي هذيك العقدة شوفوا البصل يرجع ما يبانش مع الجاج يذوب كامل أكيد بردت لي حطيتها حطيتها لها شوية زيتون زوج حبتها على البيض ونخلط مليح الزيتون معا هذيك العقدة معا البيض خلاص هنا نخلط مليح ونحطها بجيه نحطها بجيه ونجي ندير هذيك الطابقة اللي قد لكم عليها فيها وحد البنا رائعة حطيت زوج حبتها على البيض هذي نسح قاوم بعد حطيت حوالي اه خمس حبات احتر ربعة احتر خمس حبات تعجب انا كدرت يعني بلا حساب هكا اعطيت لكم المقادير يعني بالتقريب حطيت علبة تعيغورط طبيعي ولي ما عندش ليغورط طبيعي تقدر تعوضها بلا كخامفخش وانا ما حبيش نديلكم يعني لكخامفخش في هاد الوصفة باش مجيكم شغالية بزاف درت لكم علبة تعجبن طبيعي ونميكسيها مليح مع شوية حفلفل كحال كنت حطيتو نرحيها مليح حتى ترجع لي كريمة هذي نحطها بجينس حقاوم بعد واجبت هاد المول البنات لي ما عنداش هاد المول تقدر تخدم في مولتها سيليكون شوفوا البنات انا كنت قطعت ورقة طهي بهذا الطريقة نكرفسو ونحطوه لداخل هكذا باش نضمن يعني بلي مايش راح تلسق لي هاد الوصفة ونجيب هاذاك الجاج اللي درت له البيض ونبدأ نحط فيه كطبقة اولى انا نكمل كامل نعمر هاد المول كما قلت لكم انتم ما ندرتو مولتع السيليكون ما دلولوش ورقة طهي لداخل طيبوا فيه مباشرة اي شكل عندكم طيبوا فيه ونسق من مليح اللي بنات شوفوا السطح هاكذا بالمغرف ونروح ندخله للفرن حوالي خمسة دقائقين ونشف لي فقط وعاودتو اللي ترجعت للكم وجيت لهذاك الخليط نحطوه كطبقة من فوق ستقوني البنات احجيكم واحدة طبقة بنينة رائعة خفيفة كريمية من ارواع الوصفة البنات هنا ينروح ندخله للفرن عادي نشعله من تحت حوالي 4 ساعة ونزيد نشعله 4 ساعة من فوق ويكون معنا الطبق جاهز واجد شوفوا البنات كيفاش يجينا انا فقط كدي موليتو من هذاك ورقة طهي وهذاك اللي مولي طيبت فيه وتحصلت على ستقوني من ألذ الأطباق يعني درت لكم هذك الذوق تاع لاصص بجي شوية حارة وبنينة بشي حارة شوية برق مع هذ الجاج عندو هذك طبقة ليلة تحت جي بنينة بزف متبلة ومن فوق هذك طبقة الكريمية وانا غالياتي كانت وصفتنا لنهار اليوم هذه هي انا اقول لكم ان شاء الله تعجبكم كامل جربوها وتخلوا لي رأيكم كما مالفين تفرحوني بتعليقاتكم ما تنسوش جامل الفيديو بارتجيو الفيديو مع العائلة والاصدقاء ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته غالياتي جربوا الوصفة اكثر من رائعة السلام عليكم شكرا